استكملاً لوصفات العيد احنا عملنا البتيفور وعملنا المعمول النهاردة هنعمل وصفة البسكوت بسكوت العيد الهش المقرمش الجميل اللي قول بنحطه كده في كوباية الشاي يدوب ونلحقه بواحدة ثانية على طول طعمه أنعم وأخف وأحلم اللي بنجيبه من المحلات لما تشوفه وقت إيه سهل للوقتي هتقوله احنا ليه أصلاً كنا بنشتري من بره هو ما بياخدش أي وقت ومكوناته بسيطة جداً مقدير البسكوت بعض الناس بتشوفها بتحط فيه سوائل يعني بتحط حليب وبتحط عصير برطقان كمياتنا عصير برطقان أنا ولا حط ده ولا حط ده النسب هي اللي بتحكم في قبام البسكوت فيه ناس بتحب البسكوت يكون مقرمش قوي قوي يعني يناشف قوي ومقرمش شوية لما يتكسر يعمل صوت عالي كده وناس ثانية هتحب البسكوت يكون دايب يعني أقرب تقريباً للبتيفور والغريبة والحاجات دي أنا بحبه في النص يعني بحب يكون خفيف وزنه خفيف البسكوتاي خفيفة قوي ومقرمشة وفي نفس الوقت نعمة مش اللي هي مقرمشة بتكسر السنة فيلا نشوف مقديرنا إيه أول حاجة هنحتاجها في المقدير هي الدقيق أنا بمستخدمش دقيق مكتوب عليه كحك ولا بسكوت الدقيق اللي أنا بستخدمه هو نفسه في كل الوصفات دي متعدد الاستعمالات استخدمت 375 جرام يعني 3 أكواب دقيق ومزود عليهم رشد ملح صغير الثاني مكون معنا هو الزبدة والزبدة تكون بردة طلعة من التلاجة هنحتاج كمية 225 جرام زبدة اللي هما كوبايتين أنا بستنى بعد ما يكون جهزت مكوناتي بطلعها على طول من التلاجة وأطعها مربعات كده علشان لما يجد رابها تنعم معي وتتفك بسهولة الثالث مكون هنحتاج طلب بضغط يكونوا بدرجة حرط الغرفة نطلعهم من قبلها شوية بالتلاجة ونسيبهم في المقبخ لحد ما يبقوا لما نلمسوا ما يكونش فيهم أي برودة ورابع مكون هو السكر البودرة استخدمت 180 جرام اللي هما كوباية ونص من السكر البودرة أحتاج كمية 4 جرام بيكينج بودر اللي هما معلقة صغيرة ممسوحة عشان ما يتنفخش زيادة عن الزوم وكمية عندي نص معلقة صغيرة فانيليا وهزوت بشر برطقون هاخد بقى الستاند ميكسر بتاعي أو المضرب اليدوي العادي وهحط في الزبدة البردة والسكر البودرة وهسيبهم يتضربوا مع بعض كويس الأول على سرعة هادية علشان السكر البودرة ما يترش في كل مكان وبعدين هعالي السرعة شوية وهضربهم وقت كويس يعني عايزينهم ما يبقوش متماسكين ومتكتلين كده لا يدخلهم هوا ولونهم يبقى فتح شايفين شكلهم هيتحول من المنظر ده للون فاتح وفيه هوا كتير هيدخل فيه وبعد كده هزود البيض والبيض نزوده بالتدريج يعني نزود واحدة ونستنى لما تتخلط نزود التانية وفي أي وقت نحتاج ان احنا نجيب اسباتيو لو نمسح بيها اطراف الطبق اللي احنا بنخلط فيه نعمل كده مهمة قوي ان يكون البيض بدرجة حرط الغرفة ما يكونش سائع عشان لو ضفناه وهو سائع دلوقتي بعد ما الزبدة بقترية هترجع تفصل وتتقطع ويباشكلها غريب بدرجة الحراب تفرق قوي في الوصفات دي فاتأكدوا ان البيض يكون بدرجة حرط الغرفة بعد ما ضفت الطلب بضض هسيبهم برضو يتضربوا شوية عشان يدخل شوية هوا كده وبعدين هضيف بقى المنكهات بتاعتي انا حطيت نص معلقة صغيرة فانيليا وحطيت كمان بشر برطقانة كاملة باستخدم الجزء النعم في المبشرة واخد كل بشر برطقان من غير ما ياخد الجزء القويض اللي تحته عشان بيبقى فيه مرارة بيدي بقى ريحة قوية ريحة برطقان قوية وجميلة قوي قوي للباسكوت من وهو في الفرن ولما بيطلع وطبعا اللي ما بيحب شرحة البرطقان يقدر يستغنى عنه ويكتفي بالفانيليا قضطت الفانيليا وبشر البرطقان مع باقي المكونات وكده بفضلنا بس المكونات الجفة هقلبهم مع بعض يعني الدقيق وعليه رشة الملح وشوية البيكينج بودر بتأكد بس انهم اتوزاوا على بعض كويس وبعدين هعمل خطوة برضو بتحسن من قوام الباسكوت وهي اننا انخله او قاعدية على مصفى نعمة قوي زي بتاعتي دي لحد ما تأكد انه مفوش اي تكتلات يبقى غامض دي نازل ناعم كده ومفوش كتل هقلب بقى وعند التقليبة دي ما نقلبش زيادة عن لزوم عشان احنا مش بناعجي مش بريعمل عيش عايتين بس اول ما يدخلطوا مع بعض نوقف على طول هنلاقي شكل العجينة اتلم شوية كده على بعض انتو ممكن تحسوا هنا ان العجينة خفيفة شوية بس ما تقلقوش هي المفروض تكون كده يعني ما تقعدوش تزويده دقيق عشان ما تطلعش ناشفة قوي معانا هي لما ترتاح شوية خمس دقيق عشر دقيق وتتشرب الدقيق هيبقى قومها مزبوط انا بقى بقلبها على بعض كده ودخلها التلاجة خمس دقيق عشر دقيق بس تبرد تاني شوية عشان الزبدة بدأت تسخم مننا على ما يكون جهز الصينية وباقي الحاجات اللي انا بحتاجها هنجهز الصينية اللي احنا هندخلها الفرن لو عندنا ورق زبدة او ورق فرشمنت هنغطيها بورق الزبدة وانا دايما عشان او سبت ورق الزبدة وانا بشتغل علشان الحاجات ما تقعدش تتحرك مني والورقة تتهز بمسح الاول طبقة الزبدة خفيفة تحت الورقة تخليه يلزق يعني بالذاتة سبت الاطراف عشان اشكل براحتي من غير ما الورقة تقعد تجري في كل مكان اللي ما عندوش ورق زبدة هيعمل ايه هياخد منديل يمسحه مسحة زيت خفيفة ويعدي بيها الصينية ما تكونش غرقانة زيت عشان احنا مش بنائل البسكوت احنا عايزين بس مسحة خفيفة عشان ما يلزقش ولو فيه اي زيادات زيت نشالها انا هستخدم النهاردة كيس من بتاع التزيين عادي وقمعة ده شكل القمعة اللي احنا محتاجينه القمعة المفروض ان هو يكون كده فيه مسلسات من ناحية والناحية الثانية ستريت يبقى اصغر شوية اكبر شوية على حسب الحجم اللي انتوا عايزين وواملة كمية العجينة وحاول وانا بامليها اضغط عليها بحيث ان هي يعني مايبقاش فيها فراغات هوا كتير عشان وانا بشكل البسكوت مايطلعش مني فراغات هوا تبوص شكله وبعدين بقفله من فوق كويس وما قطرش كمية العجين عشان عارف اتحكم فيه مايبقاش الكيس تقيل على ايدي وابدأ بقى اضغط عليه بنفس حاول ان انا اضغط بنفس الكوة طول الوقت يعني ببدأ من نفس البداية كده عشان يعني يطلع الطول بتاعهم متقارب من بعض وبامشي بالراحة اضغط بايدي بنفس الكوة علشان يطلع نفس السنك زي ما انتوا شايفين كده ولو العجينة مظبوطة هتطلع معاكو بسهولة مش هتطلع مقطع كده ولا فيها كده تعرجات كده من الجنب لأ هتطلع نعمة زي ما انتوا شايفين بتطلع معاكو بسهولة لو شكلتوا اول واحدة ولقيتوا شكلها مش حلو او مش مظبوط ممكن تستنوا ان العجينة تبرد سنة صغيرة او لو برضو لسه الشكل مش طالع معاكو بنفس النعمة ممكن يكون ده عشان اختلاف نوع الدقيق فتحتاجوا تزودوا مع علاقة كمان دقيق واحلى حاجة في العجينة دي انه في اي وقت اي واحدة شكلها مش عاجبكم تلعت شكلها مش مظبوط ولا حاجة تقدروا تشلوها ترجعها تاني في طبق العجينة وتعيدوا تاني طيب لو عايزين نعمل بسكوت بالكاكاوة والشوكولاتة هنعمل ايه زي ما عملنا في اخر فيديو في البيتيفور هنعمل نفس المقادير كلها بس هنيجي على كمية الدقيق في الاول بعد ما نوزنها وهنشيل منها يعني مثلا ربع كباية او معلقتين كبار ثلاث معلقتين كبار على حسب نوع الكاكاوي اللي انتم مستخدمينه وعلى حسب انتوا عايزين البسكوت غامق لانهي درجة المهم ان قد ما نشيل كمية دقيق نحط مكانها كاكاوي بحيث يطلع الوزن النهائي نفس الوزن يعني مثلا لو هنشيل معلقتين او ثلاثة كبار من الدقيق نحط قدهم كاكاوي وطبعا الكاكاوي ما بحط روش بشرة برطقان هي فانيلياس تفنانوا انتم بقى زي ما انتم عايزين نيجي بقى للتسوية انا ما برجعهمش ناية التلاجة بعد التشكيل على طول بدخلهم على فرن درجة حرارة 180 مقاوية واسبهم على الرفل في النص لحد ما ياخدوا لون دهبي انا راضي عنه هياخدوا تقريبا 10 دقايق 12 دقيقة ممكن ياخدوا لحد 20 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم فيه ناس بتحبوهم لونهم فاتح قوي يعني يا دوب ياخدوا لون خفيف قوي من وراء وفيه ناس بتحبوهم شوية يغمقهم من الاطراف ويبقى فيهم ضحميصة خفيفة كده وبس قدر رسوم في علبة هيدي بيهم حد شكلهم حلو جدا زي اللي بيجوا من المحلات ورحيتهم كانت طحفة وفي منتهى السهولة يعني من اسهل انواع الحاجات اللي ممكن تخبزوها اصلا ومش لازم في العيد البسكوت ده انا بحبه طول السنة بالذات اللي بالبرطقان طعم ورحته حلوة قوي وشوف القضاء عامل ازاي البسكوتة بتتكسر بمنتهى السهولة مش مقرمشة زيزة عن اللزوم بس في نفس الوقت منفوخة كده وهشة وحسوا وزنها خفيف قوي في قدكم اتمنى تكونوا حبيت وصفة النهاردة وتجربوا وصفة البسكوت وتعجبكم حتى انا رأيكم في التعليقات اشوفكم تاني على خير قريب مع بقية وصفات العيد وباي باي